ترجمت إعلان مسلسل تل أريا حلقة 99 وكما ذكرت لكم بالأمس على أن خليل سوف يعلم ببراء الزينب على الرغم من كل عرقلة الشرير صنغول في طريق الحقيقة في وجه أرهن كان أرهن في بداية الإعلان ينظر إلى زينب وهو ينتظر الأخبار الجديدة ويقول اليوم هو نقطة تحول حول حياتي فلا أريد أن أكون ظالما للأبرياء فلا تحملني حملا لا أستطيع حمله يا الله كان يدعي إلى الله وبعدها كان كلام الجدة يقول سوف ينتهي بك الأمر بشكل جيد للغاية سوف تكون سعيد جدا كانت تتحدث معهم عبر الهاتف وتدعي له كذلك وبعدها علم خليل على أن زينب كانت فريئة كان مصدوم جدا وكان يبكي من شدة الألم بضاخره والذي فعله بزينب كان يقول له إيرين ربما صوت إيرين كان يقول له لقد كنت على حق وبعد ذلك خرج الجميع كان يسمع صراخ خليل وكان يقول كل شخص لديه يوم تتغير في حياته كان يقول ربما اليوم هو اليوم بالنسبة لي وشاهدنا كيف كانت سونغول سعيدة جدا ربما ردت فعل صنغول على أن ردت فعل خليل كانت قاسية لأنه سوف يغضب من زينب ولكن ربما كانت تبتسم لأنها لا تعلم شيئا كان الحراس يقولون له لا يمكنك القيادة بهذا الشكل ذهب خليل إلى البحر وكان غاضب من نفسه وكان يقول أنت دائما تتساءل عن نفسك أنت دائما دائما تكسر قلب دائما وكان صوت زينب يقول ما هي الجريمة التي جعلتني أدفع ثمنها ولم أرتكبها أبدا وكان خليل يصرخ وكان هذا هو الإعلان لا تنسوا تجعب لايك والاشتراك بالقناة وانتظروا التحليل